اشتركوا في القناة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما اتكلم عن المنح دي احب اوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الالوان. هتلاو عليها فرص ومنح عديدة جدا. بالاضافة كمان ان ده الرسمي الخاص بنا هتلاو عليها جميع خدماتنا اللي احنا بنقدمها وجميع منقالات المنح اللي احنا بنهاردة على القناة. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس سوية ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلن نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنح النهاردة هي منحة دراسية ممتازة جدا وهبار على منحة دراسية في سنغفورة براتب شهري كبير جدا. طيب. هنا عندنا وصف مختصر للمنحة دي بيقولك ان التقديم مفتوح الان في جامعة اتنين تمام? ودي الجامعة اللي مقدمها هذه المنحة وبيرمز لها بالرمز ان تيو. تمام? ودي جامعة بتقدم منح مموالب الكامل لجميع المراحل الدراسية وهي من افضل واقوى الجامعات في سنغفورة وليها ترتيب عالمي كويس جدا. طيب. آآ كمان آآ آآ هناك العديد من المنح الدراسية في سنغفورة بدون وصنغفورة بتوفر منح كتير جدا بدون شهادة اللغة. ودي كمان من الاشياء الجميلة جدا في مثل هزي المنح. طيب. بالنسبة للدولة اللي عندنا اللي هيكون فيها المنحة دي هي سنغفورة زي ما احنا قلنا. بالنسبة للجامعة هي جامعة تمام? ده اسم الجامعة اللي مقدم المنحة دي ودي جامعة عريقة من سنين طويلة جدا. بالنسبة لمرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي. المنحة دي موجهة لدرجات البكالوريوس والم يعني لو انت مخلص سنوية عامة وفي اخر سنة من السنوية العامة بتقدر تقدم على بكالروس. مخلص تقدم على ماجيستير. مخلص اخر ماجيستير او اخر سنة تقدم على الدكتورا. يعني شملة لكل الاشخاص. تمام كده? طيب بالنسبة للدول المتاح للتقديم في المنحة دي جميع الدول متاح للتقديم. سواء انت من دولة عربية افريقية اسياوية wären بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة للتمويل المنحة دي صراحت ممتازة جدا. بحيث انها عندنا آآ لها شقين بالنسبة للطلاب الجامعيين او طلاب الباكالوريوس ليهم تمويل وطلاب الماجستير والدكتوراه ليهم تمويل. بالنسبة للطلاب الجامعيين باكالوريوس بتغطي كامل الرسوم الدراسية. انت مش بتدفع اي حاجة خالص بالنسبة للدراسة كلها على حساب المنح. كمان عندك زي راتب شهري كده مقداره او راتب للمعيشة يعني مش راتب شهري وراتب للمعيشة لكل ترم دراسي او لكل الفاصل الدراسي. بيقدر بستة الاف وخمسمائة دولار سنغفوري. وده ريكاتب كبير وكافي. بالاضافة كمان بيدوك زي بدل اقامة الفين آآ دولار سنغفوري دي عشان السكن. وده شيء جميل جدا. بان انت عندك ستة الاف وخمسمائة دولار سنغفوري هتاخدهم عشان تكاليف المعيشة. كمان عندك الفين دولار سنغفوري بالنسبة للسكن. كمان هيتم اعطاك تزاكر تيرون بقيمة خمس تلاف دولار للمكسيمم. تمام دي عشان آآ من بلدك لسنغفورة وغيره. طيب بالنسبة كمان هيتم اعطاك زي بدل كمبيوتر او لابتوب. تمام? هو بقيمة الف سبعمائة وخمسين دولار. عشان لو انت مسلا ما عندكش جهاز لابتوب او جهاز للدراسة. تقدر انك آآ تشتري واحد. تمام? ده بالنسبة للطلاب الجميعين. بالنسبة الماجستير. آآ متاح التقديم للاشخاص من خارج سنغفورة او للسنغفوريين. بيكون عندك راتب شهري. انت متخيل هتاخد راتب شهري مقداره تلات تلاف ومية دولار سنغفوري. شهريا هتاخد هذا الراتب وده راتب كبير جدا. كمان عندك بدل مؤتمرات يصل الى اربع تلاف دولار. ومنحة كتب سنوية بخمسمائة دولار. وبدل تكنولوجيا المعلومات بخيمة الف وخمسمائة دولار. وبدل الابحاث والحاجات اللي انت تعملها بتكون ستمائة دولار. تمام? والمنح دي بيتم صرفها سنويا لك عشان تغطي لك كل التكاليف. فده شيء جميل جدا. عندك راتب كبير تلات تلاف ومية دولار دولار او مية دولار سنغفوري. تمام? وده شهري. يعني انت هنا عندك بالنسبة لبكالوريو ستلاف وخمسمائة دولار لكل فصل دراسي ممكن نقول كل تلات اربع شهر. لكن هنا انت عندك تلات تلاف ومية دولار لكل شهر. طيب بالنسبة للتخصصات عندنا برامج الماجستير والدكتورات تخصصات المتاحة فيها هي دي. عندك زي بقى كلية الدراسات العليا المعدة الوطن التعليم كلية الفنون كلية العلوم البيلوجيه كلية الهندسة كلية العلوم الانسانية هندسة المواد اقدارة الاعمال آآ العلوم الاجتماعية العلوم الرياضة كتير جدا. تمام? وبالنسبة برضو اللي البكالوريوس هتلاقي تخصصات مشابقة لها نفس الشيء. في شيء اختلاف. بالنسبة هنا عمدنا ملاحظة المنحة دي ليس بقى حد اقصى لعمر سنك كبير سنك سغير بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سولة. وهنا دي بعض معيان الاهلية اللي لاجبت رعيها عند التقديم ان المنحة دي متاحة لجميع الجنسيات دي شيء جميل. لازم كمان انك تكون آآ يعني شخص متميز في دراستك تحافظ على انك تجيب درجات كويسة اسناء الدراسة هناك. تمام? بس دي اهم الشروط. بالنسبة لكافية التقديم بالنسبة لرابط التقديم بيكون موجود في الاعلان الرسمي اللي هنشوفه بعد شوية وبتبدأ تتبع الخطوات وتقدم على حسب التخصص. اخر معاد للتقديم في المنحة دي هو تلاتين نوفمبر الفين واحد وعشرين. ده اخر معاد عشان تقدم في هزي المنحة. بالنسبة لكافية التقديم بيتم ميلي الابليكيشن الخاص بالمنحة اونلاين. تمام كده? طيب. هنا كمان بعد الملاحظات عندنا بتنسوش ان القناتنا القناة منح من كل اللي ما بتوفر خدمات اضافية. زي خدمة التقنية بشكل احترافي لعي فرصة منحة انت عايزة. فرص مضمونة القبول لمسادر السفر الى اولندا. منح تراصين مضمونة القبول في الصين. وخدمة تجهزة لورا وخدمة التقديم على الكرصة. ولو عايز اي خدمة الخدمات دي بيتلقى رابط استمرارات خدماتنا موجودة في سندولة وصفة اسفل فيديو. وكمان موجودة هنا بتملق استمرارة الخدمة اللي انت مهتم بها واحنا بنتواصل معك بنرتب لي كل شيء. تعال بقى نشوف الاعلان الرسمي المنحة والتقديم للباكالوريوس. تجي تضع تعالى من هنا. هيفتح معاك الاعلان الرسمي للباكالوريوس وكيفية التقديم. طبعا هيفتح معنا صفحة هنا اسمع صفحة تجهيز الرابط. بعد لما بيتجهز الرابط ده بيوجهك مباشرة بقى لابليكيشن المنحة والموقع الرسمي اللي فيه كل التفاصيل. وبعد كده بتلاقي طبعا رابط التقديم اه موجود وبتقدم على الخاص بالمنحة. ده الاعلان الرسمي كل التفاصيل هنا بالنسبة الارقوم اللي احنا قلناها والرواتب كل شيء موضح هنا. بالنسبة لكيفية التقديم بتيجي تتبع هذا الكيفية تمام? وبتيجي عند وبتضغط عليها. تمام? بعدين بيفتح لك هنا بقى على حسب الدرجة العلمية. يعني انت لازم تشتغل على حسب الدرجة العلمية بتاعتك. يعني يعني بتيجي من هنا وبتختار. انت عايز تقدم والماجستير. تمام? او او ماجستير او دكتوراه يعني وبتختار هنا التخصص تمام? وبعد كده مسلا اخترت واخترت مسلا تمام? وبعدين وبعدين بتعمل على كلمة بتضغط عليها. بعدين بيدخلك لكل برامج البكالوريوس تمام? كل برامج البكالوريوس الخاصة بالهندسة بتظهر لك هنا. وبتضغط على التخصص اللي انت مهتم بيه من التخصصات دي. وبيبدأ بعد كده يظهر لك حاجة اسمها قبلية بتضغط عليها وبيتقدم. تمام كده? ده بالنسبة ليه او بالنسبة ازاي هتتبع خطوات التقديم. برضو نفس الشيء بالنسبة هنا عندنا ليه الماجستير والدكتوراه نفس الشيء هتلاقي برضو هيظهر لك الاعلان الرسمي. تمام? بعد تجهز الرابط من هنا. هيظهر لك الاعلان الرسمي. وهتلاقي نفس الخطوات انك هتختار برضو تمام? وبعد لما تختار كلمة هيوجهك بعد كده لصفحة التخصصات. تقدر تختار التخصص المناسب لك. تمام? طيب انا بس عشان يكون موضح شيء انا السنة السابقة شرحت المنحة دي بكل تفاصيلها. شرحت التقديم. فعشان ما يكونش فيه تكرار للمعلومات. دلوقتي هنروح نشوف كيفية التقديم للمنحة. خطوة بخطوة. همش معاكم في خطوة بخطوة. هنعرف ازاي نقدم في الابليكيشن تمام? وهو مفيش اختلاف نفسه الابليكيشن بالزغط تتبع نفس الخطوات وهتعرف تقدم ان شاء الله. برضو نفس الشي ده بالنسبة للجرادية تنظر معنا هتتتبع نفس الخطوات. فخليننا دلوقتي نروح نشوف بقى كيفية التقديم في المنحة دي ونمشي بالابليكيشن الخطوة بخطوة. طيب. للوقتي تعالى نبص على التقديم. التقديم بالنسبة ليه الباكالوريوس خل بالكوا يا جماعة فيه هنا اه اتنين يعني او فيه للماجستير والدكتورات وفيه للباكالوريوس ابليكيشن. انا هنا دلوقتي هوضح بس بشكل مبسط وسريع بالنسبة للباكالوريوس تمام? طيب. ده بالنسبة للباكالوريوس هتلاقي الابليكيشن بيزهر لك بالشكل ده مطلوب فيه انك تحط بياناتك تحط اسمك اسم العائلة تحط رقم جواز السفر بتاعك او بطاقة الهوية تحط عنوانك الحالي. تمام? طيب. بعد كده بتخش على تاني جزئية وهي اختيار التخصصات. طبعا انا مش هادر اخش على كل من دول او كل جزئية من دي لان طبعا لازم املى بشكل كامل يعني انا لازم املى الجزئة دي الاول عشان اقدر اخش على الجزئة التانية. يعني لو جينا ضغطنا على دي مش هيدخني ليها لان بيقول لي في حقول او في اماكن فاضية. فلازم طبعا املاها الاول. فانا اشرح لكم كل كده خارجيا اللي فيه. فبالنسبة للسكشن ده هتلاقي فيه اللي هو اختيار التخصصات. عندك حوالي ستة تخصصات بتختار تخصص رئيسي اللي هو انت عايزه بالفعل وبتختار تخصصات فرعية. يعني في حالة ربما بتقبلتش في التخصص الاول ممكن اه يتم ابولك في التخصصات اللي بعد كده. في تالت حاجة اللي هي مؤهلات التعليم. بتحط بقى في الجزئية دي بيانات المدرسة اللي انت درست فيها او الجامعة اللي انت درست فيها في المرحلة السابقة. تاريخ التخرج اه او التاريخ المتوقع للتخرج. بتحط كل تفاصيل المكان اللي انت درست فيه والدولة اللي انت درست فيها. تمام? بعد كده جزئية اللي هي الاشياء اللي مطلوبة منك او مش الاشياء المطلوبة. يعني انت مسلا لو شخص عنده كرصات عنده خبرة عمل عنده اشياء اضافية عنده شهادات تطوع عنده شهادات تكريم. كل الحاجات دي بتحطها هنا. بتحط بياناتها في طب انا ما عنديش ولا شهادة ولا شهادة كرصات حضرتها او حاجة. ممكن قدر اقدم ممكن تقدر تقدم. ده مش مطلوب بشكل الزامي. ممكن تقدم عادي جدا حتى لو انت مش عندك كرصات. وهنا في بيقول لك معلومات اضافية بيسألك يعني انك شخص يعني بصحة جيدة بعد الاسئلة عن الصحة بتجاوب عليها نفس النظام. وهنا دي اللي هي خلاص اثبات انك بالفعل ما لقيت كل الحقول بنجاح. طيب. بعد لما بتملك كل سيكشن من دول. بيطلب منك انك تحط الباسورد في اخر الجزئية تمام. وبعد لما بتضغط على كلمة صبميت بيبدأ هو يبعط لك رسالة على الايميل بتاعك في ايميل انت بتكتبه هنا اللي هو ايميلك الشخصي. بتوصلك رسالة على الايميل. الرسالة دي فيها الاي دي نمبر او الابليكيشن نمبر وفيها الباسورد اللي انت اخترته. بتروح حضرتك ضغط على اللينك اللي وصلك في الايميل وبتكتب الابليكيشن نمبر وبتكتب الباسورد وبعد كده بتلاقي صفحة تانية فتحت معاك. تمام? بالشكل ده. طيب مطلوب منك هنا انك تكمل بقى باقي الاشياء. لان مش كده النهاية. مش الجزئية دي هتملاها وخلص الموضوع. لا. فيه سكشن تاني او فيه جزئية تانية لازم تعملها. هنا بقى بالنسبة لجزئة الوصائق. تمام? اول حاجة مطلوب منك الصورة الشخصية بتعملها ابلود وبتحملها هنا. دي مطلوب منك انك تحطها هنا. تمام? وهوريكو ازاي. هنا هتلاقي بالنسبة للجزئة دي هنا بيقول لك الوصائق الالزامية اللي انت تحطها. زي صورة جواز الصفر او بطاقة الهوية. مطلوب منك انك تحط شهارة التخرب بتاعتك. ولو مش مترجمة ترجمة للغة الانجليزية. تمام? هنا بقى دي يعني الحاجات الاضافية اللي انت ممكن تحطها عشان ما واحد ما نجيش شدتها يقولي طيب هم محتاجين شهارة لغة بشكل الالزامي. لا. يا جماعة كانت بين هنا يعني حاجات اضافية. ممكن تحط الشهادة او ممكن ما تحطهاش حاليا. زي هنا معاك الاية اللي تساوتها في الاوسات. لو معاك اي شهادة من الشهادات دي بتحطها مش معاك خلاص بتسيب الجزئة دي فاضية. تمام? طيب ده بالنسبة للوصائق. هنا عندنا يا جماعة في حاجة اسمها فيه. في رسوم ده. الرسوم دي بتقدر بحوالي خمستاشر دولار. طبعا الرسوم دي معظم الجامعات القوية او المنح القوية بتفرضها عشان ضمان الجدية. فانت لازم تدفع برضو رسوم اللي هي خمستاشر دولار. ودي حاجة بسيطة جدا. يعني فيه منح بتعمل ميت دولار رسوم ومتين دولار. انما الملحة دي رسومها بسيطة جدا. خمستاشر دولار رسوم تمام? اه طبعا بقى ركز بقى معايا كمان في حاجة بقى هنا. اللي هي في الجزئة دي انت لازم تملاها. ليه? لان الجزئة دي اه انت دلوقتي مالية التقديم للجامعة. لازم تملا لو انت هتقدم للمنحة لازم فيه تاني بتملاه مع التقديم. بتروح جاي ضغط على كلمة دي عشان يفتح معاك المنحة. تمام? لان لازم تملا برضو ده عشان تثبت انك عايز تنضم للمنحة. فهنا بتحط نمبر بتاعك زي ما انا قدت لكم فيه نمبر بيوصلكو على اميل وبتحط البسورد بتاعك. وبعد كده بتخش على المنحة. بيكون مطلوب في المنحة ده. اللي هو خطاب نية بيكون في بعض المقالات عن التخصص ان انت عايز تنضم ليه. بتجاوب على كل لهذه المخالات. فجزئة او جزئية المنحة هو فقط هتلاقي فيه مخالات لازم يتم الاجابة عليها. تمام كده? فدي بالنسبة للحاجات المطلوبة. طيب انا اجد اشرح تلكو اه ازاي بيكون? طيب بالنسبة للاعلان الرسمي هنا الاعلان الرسمي ليه الماجستير? لو انت طبعا عايز تقدم للماجستير او الدكتوراه. بتيجي بتضغط على كلمة لينك دي. عشان يفتح معاك التقديم للماجستير والدكتوراه. تمام? فهيفتح معاك بالشكل ده. زي ما يزهر قدامنا. طيب هنا بتلاقي كزا فرع. فانت هتروح على كلمة دي. تمام? كلمة دي هتضغط عليها. تمام? وبعد كده انت بتبدأ تملأ حقول التقديم الخاصة بالماجستير والدكتوراه. لان ليه اه خاص لوحده والماجستير والدكتوراه ليهم خاص. تمام? وهو يعتبر نفسه. يعني انت هتمشي على نفس الخطوات. ما فيش حاجة جديدة تعملها. يعتبر الاشياء المطلوبة مشابعة. برضو هتلاقي مطلوب البيانات الشخصية. اختيار التخصص المرحلة الدراسية اللي انت درستها سابقا. يعني هتمشي على نفس المنوال للناس اللي هتقدم ماجستير والدكتوراه. وبرضو هتعمل نفس النظام. وبكده يبقى شرحنا كل تفاصيل المنحة. ووضحنا كل شيء. منحة ممتازة جدا. ممولة بالكامل. الاخرمعات تلاتين نوفمبر الفين واحد وعشرين. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافية لو حابين تقديمها من خلالنا. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولبقوا لكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.